السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة قوية جدا 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 ركز بعد إذنك في كل ثانية فيها إمام عشور يرفض التجديد لنادي الزمالك ويرفض حضور جلسة التجديد بعد رفع قيمة الراتب السنوي خناءة الخطيب والعمري ورحيل أفشا ومشدد عبد الحفيز والسلية كل ده في فقرة أعرف الصح في برنامج أو يعني قناة صاحب الكرة إن شاء الله نلوك كل التفاصيل بإذن ده في حلقة دي عن كل المواضيع دي وكمان بس في البداية عايز أقول يعني هارد لك لممتخب المغرب شرفتونا وكنتم رجال وما تبكوش ما تزعلوش عارف إنه كان حلمينا كلنا كعرب ويعني كأفرقة إن المغرب تتوج بكسر عامل يعني كسر عالم قطر عشرين اتنين وعشرين ولكن يعني ما كانش في الحزبان من الأول إن ده يحصل فكنكم إن انتو توصلوا لأفضل أربع فرق في كسر عالم والرباع الزهب والمربع الزهبي وتلعبوا على الثالث والرابع كمان في فرصة إن انتو تاخدوا مديليا تانية فدي حاجة شرف كبير جدا ليكو وما كانش متوقع فما تزعلوش وما تبكوش أنتو كنتم أبطال وإحنا فخورين جدا 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 بكو ماشي ندخل بقى في الأخبار المحلية يا معلم بقولك إمام عشور رفض التجديد طيب الكلام ده صح ولا غلط الكلام ده جماعة يعني أنا قلته من شهور وقلت إن الكلام ده صح وقلت إن إمام عشور رافض فعلا التجديد بعد ما كان هو اللي بيتحايل على قدرة الزمالك إنه هو يجدد ويرفع الراتب السنة وبتاعه أعتقد 3-4 مليون بالكتير واللي أنا فاكره إنه كان 7 وكان عايز يرفعه لـ 11 ده على آخر حاجة فاكرها يعني أنا مش بحفظ الأرقام بالزبط وبعد كده الإدارة قلت له لأ فبعد كده الإدارة كلميته قلت طب خلاص 15 قال لهم لأ ده نجالي عرض من فرانك فاروزي أو فرانك فاروز يعني والفرقة دي أوروبية وكانت تخلق قبل كده في دوري أفطال أوروبا كمان فإدوني المبلغ اللي هم هيدوني طب كام طب هتافر طب عدد طب مش عارف إيه طب خمستاشر طب عشرين لغاية ما آخر خبر وصلني إن نادي الزمالك عايز يجدد الإمام عشور عقده في نهاية السنة دي لسه مش السنة يعني مش اليومين دول بس عايزين يعملهم عاجة لسات يعني عشان يتأكدوا إن هو في نهاية السنة دي عايزين يجددونه عقده بـ آآ تلاتين مليون جنيه في الموسم هو تقريبا يساوي أو أكبر من شوية زيزو زيو برضو جدد برقم فوق العشرين مليون عشرين أو خمسة وعشرين حاجة كده يعني اللي أنا متذكر عندي بس مش كده يعني مش كل الأرقام بافتكرها في موضوع آآ رواتب اللاعبين وكده يعني حتى واريخ اللي عندي برضو مش كده في موضوع تواريخ البطولات والحاجات دي كلها ما بافتكرهاش يعني مش بركز فيها قويا المهم فآآ الراجل آآ فيه كلام من العرض اترفع على خمسة وعشرين وثلاثين مليون كمان كرتب سنوي وهم الإدارة عايزة تقعد معاش لخطر ترسق الموضوع أن الراجل إمتى هيجي إمتى هيقعد مع الإدارة إمتى هيقول خلاص موافق أو مش موافق ولكن الراجل ما عادش في الجلسة لأنا مركز مع الفريق مركز في المطلط دلوقتي وأنا مش هجدد رح على طول مجلسة دارة مطلع زي قرار أو بيان قالك وإحنا كمان مش هنجدد لأو عشر ولا ننزل في موضوع تجيده اللي آخر السنة طب ليه هتوزر بموضوع تجيده آخر السنة عشان هو مش موافق فأنت عارف أنه في آخر السنة هيقول لك طب تعالى طب أنا الغروض اللي جاية لي طب هرديني كام هتديك كام ويبقى فيه زي موأمة كده ويمكن على آخر السنة يكون نادي الزمالك دخله يعني فلوس تانية من بقى مثلا رعاة من إيجار محلات بتاعة الحوالين صور نادي الزمالك يعني نشوف الدنيا فيها ولكن حتى الآن أهم عشو يرفض الجلوس في جلسة أو حضور جلسة منقشة بند التجديم أو موضوع تجديده لمدة سنتين أو ثلاثة تانية فيها الزمالك وبنسبة كبيرة إمام عشور آخر المسم هيمشي فتكروا كلامي بنسبة كبيرة جدا خناعة الخطيب والعمري طبعا بعد ما انتشرت صورة سلام يعني الأستاذ العمري فاروق على الأستاذ مرتضى منصور وأثارت غضب أهلقوية كتير جدا إن إزاي يسلم عليه وإزاي يمد يده في إيده ده إحنا بيننا مشاكل بيننا قضايا بيننا 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 وهكذا فظهرت برضو بعض الأحاديث والكلام من بعض الصحفيين وبعض المواقع الرياضية إن حصلت مشادمة بين كابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري فاروق بسبب إنه هو سلم على الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإن هم خلاص مش هيكلموا بعض وإن خلاص حصل كارثة ومش كارثة والكلام ده كله ولكن في تاني يوم على طول لقينا كابتن محمود الخطيب واقف جنبه على طول كابتن عمري فاروق في واحدة المناسبات الخاصة بالنادي الأهلي وترى الموضوع ده كل يا جماعة شاعوا ما حصلش أي مشكلة بين كابتن محمود الخطيب وكابتن أو أستاذ عمري فاروق واعتقد اللي حصل بس كان زي عتاب بينهم وبين بعضهم ما تخطاش الموضوع ده لكن إنه تحصل مشكلة أو كارثة أو يتم استبعاده من مجلس الإدارة هتقرأ أخبار كتيرة جدا غريبة وفيك وكل ده ما حصلش تماما ولا في أي اخناقة بين كابتن محمود الخطيب ولا أستاذ عمري فاروق والدنيا سمن على العسل آه موقف أستاذ عمري فاروق دايق أهلوية كتير جدا ولكن الموقف ما عملش أي مشكلة بينه وبين عضاء مجلس الإدارة ولا رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب رحيل أفشة كلام كتير جدا على رحيل أفشة في يناير وجايله عروض أبرزهم عرض نادي الباطن السعودي هو يمكن كمان كان جاءوا عرض من سلتك لأسكتلندي ولكن ما كانش رسمي عرض نادي الباطن السعودي أنادي الباطن عايز ياخذ أفشة عارل مدة سنة بتلتمية ألف دولار الأهلي طالب مليون دولار نادي الباطن السعودي رفع العرض خمسمية الأهلي نذر سبعمية وخمسين وأعتقد يعني الله أعلم مش عاίζ أجزم بلزم مية في المية ولكن لو العرض لقى قبول واستحسان قدارة النادي الأهلي أفشة هيتكل على الأهل وروح الباطن شفا ملادHow tolo الاحتراف ويجرب يروح مكان جديد بس هو على زمة الاهلي مش عايز يمشي من الاهلي يبيع عايز يروح اعارة عشان برضو يرجع بيته تاني مرة اخرى لان افشا انتم عارفين هو يعني اه يعتبر اه علامة مسجلة لجمهور النادي الاهلي من ساعة مباراة اه دوري ابطال افريقيا البطولة التاسعة اللي خدها النادي الاهلي اللي تحت القضية ممكن يعني. مشادة عبدالحفيز والسلية. بصوا جماعة هو ده حصل فعلا مشادة عبدالحفيز والسلية ولكن هي مش خناقة. وهي حاجة علشان اه مصلحة الفريق هو عامل السلية لما تغير اه في المباراة اللي فاتت فطلع كان متضايق ومتنفذ ومتعصد طبعا كبت ساعة ابطالحفيز ما عاجبوش الموضوع كدر ما عاجبوش الموضوع. فساعة ابطالحفيز بما انه موديل الكرة هو المسؤول انه يتكلم مع مع السلية انت اللي عملت كده وليه اتصرفت بالطريقة دي. المهم ما راح اعاد ساعة ابطالحفيز مع السلية وقال له انت راجل كابتن من كبتن الفريق ما ينفعش لتنرفز ولا التعصب كده انت راجل فيه لعابة صغرين كتير جدا بياخدوك قطوة لعابة الجمهير كلهم بيحبوك ما ينفعش انتتامة حركة زي كده. والله كابتن بس والله انا كنت غيران عايزة لعب مش غيران من لعيبة غيران على النادي الاهلي عايزة لعب عايزة دي كل اللي اقدر عليه قال له ما انتم كنتش في المستوى في خرج الموجه ما فيش اي مشكلة. وانت راجل كبير مفيش عقاب مفيش عقاب لك تمام مش هنعقب اقول لك اي حاجة ولكن بعد اذنك ركز الفترة جامعة للاهلي ما يهمكش انت دكة ولا اساسي كل اللي يهمك ان النادي الاهلي يكسب ارجع على السلية بتاع زمن اللي مش فارق مع غير يروح الفنان للحمراء وهكذا يعني. الراجل قال له انا ما عنديش مشكلة والله هنا السلية بتاع زمنه كل زمان بس يعني آآ انا بس عايز دلعب وعايز آآ بقى سبب فوز الاهلي وعايز افضل وراء الاهلي وكذا يعني الموضوع كله يعني في اطار ودي جدا الراجل خايف على الفريق والتاني حابب الفريق وكذا موضوع كان بسيط جدا يا جماعة ما كانش آآ خناقة زي ما انت ممكن تقرأ ولا كان آآ شتيمة ولا كان الفاظ ولا الكلام ده كله كان في منطقة الادب والاحترام في اكتلاق الادب والاحترام موضوع كان ابسط من البساطة بين كابتن سهد الحفيز وكابتن عمر السلية فيه برضو كلام كبير ان كابتن عمر السلية احتمال بالنسبة كبيرة جدا في نهاية الصيف ده او في نهاية الموسم ده في الصيف يحترف في الخليج جلو عروض قوية جدا من الخليج لمدة سنتين وغالبا ان عمر السلية سافر لخليج سنتين او تلاتة اعتقد يعني خلاص هيعتزل بعد ثلاث سنين دول او سنتين وما اعتقدش ان هو ممكن يكمل تاني بس كلام كتير ان السلية لو جاله عرض برضو حلو الاهل اللي هيودي الخليج ايا ان كان بق سبيل بيع او عارة اا ولكن لسه كودر موافقش ولكن عمر السلية ما عندوش منع ان نروح الخليج اااا لمدة سنتين او حاجة موضوع بسيط برضو يعني كلها طالما من داخل النادي الالي ورجل مش هربان ولا بيعمل اي حاجة خلاص من الحق وعالي طالما جاله عرض كويس والاقدارة موافقة والمدير الفني موافق الراجل يحترف براحته كان معا خوك امراضي انا في صحب الكل اشوفك ان شاء الله في بيديو بديد سلام علي